هكذا عبرت ملامح محمد القاضي أحد قيادات الحركات العمالية الأولى في الجزيرة العربية أن الذكرى المجيدة لثورة الرابع عشر من أكتوبر صارت مناسبة حزينة عند مناظليها الذين يعانون آلام التجاهل والظروف المعيشية الصعبة المناظليين مهلهمش في البيوت مكسرين فلوسهم مهل ليش فلوسهم مهل ليش بالخالص ومثل ما تعيى في البحث عن المناظلين المتوارين بسبب ظروفهم لا تكاد تقد أثرا للنقابات التي تشكلت في خمسينيات القرن الماضي وشكلت منها أغلب الحركات الوطنية التي أسست الوعي التحرري بأدواته المدنية ظاهرات كانت الإرهاصات الأولى لاندلاع الثورة ضد الاستعمار البريطاني الحركة الوطنية كانت تعتمد اعتماد كامل على الحركة العمالية أساساً والحركة العمالية هي كانت الرافد للحركة الوطنية في القزائر في تونس وفي مغرب وفي كل مكان وفي القنوب وفي الشمال النضالات النقابية كانت كبيرة جداً بل وأنهم جندوا جندوا يعني القوات وأرسلوهم إلى الشمال العزيز كحرس وطني لتعم القوات المسلحة ما بيش حاجة ولا عد ندري من من النقابي الموجود وإش من النقابة عدها موجودة هكذا يتحسر أول محافظ لعدن بعد الاستقلال على واقع العمل المدني في عدن وعموم اليمن في ظل واقع أفرزته الحرب وسنوات من تجريف منجزات الثورات التحرورية الأولى أدم الحسامي قناة بلقيس عدن